السلام عليكم معكم دكتور أسامة الفارسي في أخر مستقدات كورونا اليوم راح نتكلم عن ارتفاع الحالات في عمان ولكن قبل لا نبدأ خلونا نشوف الاحصائيات العالمية وصلنا إلى عربة ملايين وخمسمائة ألف حالة والوفيات تعدد حاجز 300 ألف وارتفاع حالات الشفاء إلى مليون وسبعمائة ألف حالة أمريكا لا زالت في الصدارة بعدد الحالات والوفيات تليها أسبانيا وروسيا الآن دول الخليق لا زالت سعودية في الصدارة الحالات وصلت إلى 49 ألف حالة والوفيات إلى 292 تليها قطر ب 29 ألف حالة والإمارات 21 ألف حالة والوفيات 210 الكويت 12 ألف والبحرين 6000 وأخيرا سلطانة عمان بعربة 1600 حالة والوفيات 20 نلاحظ في آخر أسبوع ارتفاع عدد الحالات في سلطانة عمان بحيث وصلت إلى أكثر من 250 حالة يوميا ووصلت إلى 322 بالأمس في هذه الخارطة نلاحظ أن يتركز معظم الحالات في مسقط وقنب الباطنة وأقل الحالات موجودة في مسنم والوسطى لو قينا على توزيع الحالات نلاحظ أن 3-4 الحالات في مسقط و 8% من الحالات موجودة في قنوب الباطنة و 10% من الحالات في الداخلية وشمال الباطنة بالأرقام مسقط 3467 حالة والوفيات 15 تليها قنوب الباطنة 376 حالة والداخلية 224 حالة شمال الباطنة 209 قنوب الشرقية 192 حالة وباقي المناطق هي أقل من 50 حالة نلاحظ أن 63% من الحالات هي من الوافدين و 33% من الحالات في العمانيين الوفيات وصلت إلى 13 حالة من الوافدين و 7 حالات في العمانيين إذن إيش أسباب ازدياد الحالات؟ السبب الأول والرئيسي هو الوافدين إحنا قلنا أن الوافدين يشكلون 30% من الحالات في عمان معظم الوافدين يعيشون في سقنات مكتضة وضعيفة المستوى الصحي أيضا لديهم الخوف من الذهاب إلى المؤسسات الصحية أما بسبب دفع قيمة العلاق أو المخالفة وعدم قدرة المصاب على الإعزال فإذلك يحتاج إلى عزل مؤسسي أيضا لديهم القهل بخطورة المرض وطرق الوقاية من فيروس كورونا ولديهم تقمعات كثيرة أما في السكنات أو في خارجها أيضا من أسباب ازدياد الحالات للاستهتار من قبل المواطنين كما ذكر معالي الوزير حالتين منها عرس ومنها في أشخاص لم يلتزموا من خالطوا أكثر من 17 شخص في العائلة أو خارج العائلة أيضا هناك عوائل لا زالت تكتمع في رمضان للإفطار والخروج بكثرة بحقة التسوق والرياضة الليلية في رمضان بالإضافة إلى مندوبو التوصيل وأخيرا الخياطين والحلاقين هناك حالات كثيرة تم القبض عليها في قعلان في بركة تم بداهمة بلدية سحار لأحد منازل من عمال وافدية ومارسة عمال خياطة بلدية نزوة أيضا داهمة أيضا بلدية بركة وبلدية رستاخ إذن معظم بلديات تم قبض على خياطين يعملوا في المنازل وهذا هو لأن العمالة يساعدوا في انتشار هذا المرض بالإضافة إلى هناك حلاقين يذهبون إلى المنازل لحلاقة المواطنين حيث تم القبض على واحد في سمائل وفي الحمراء أيضا إذن ما هي الحلول؟ الحلول نحتاج إلى توعية أكثر وتأكيد أكثر على التباعد الاجتماعي نحتاج إلى توعية الوافدين خصوصا ووضع قوانين صارمة للسكنات من حيث عدد المقيمين بالغرب والاشتراطات الصحية بالسكنات يجب فرض عقوبة رادعة ليس فقط للعمال الوافد وأيضا للعماليين الذين ساهموا في مخالفة هذا الوافد وضع آلية لمتابعة مندوب والتوصيل من قبل الشركات بالفحص الدوري لهم والتأكد من عدم مقود أي عراض أو إصابة أيضا النظر في موضوع حضرة التقوال كأحد الحلول لتقليل الحالات المشكلة في كورونا أن معظم الحالات إما تكون خفيفة أو تكون بدون أعراض وهذه الحالات هي السبب الرئيسي لانتشار هذا الفيروس وهذه الحالة تنحل خيارين أساسيا الخيار الأول هو التباعد الاجتماعي على أمل أن المواطنين سيلتزمع وهذه الطريقة تعتمد نجاحها على عدد الناس الذين سيطبقوها ولكن لاحظنا في عمان كثير من العوائل تخالف وتلتقي أما كان الفطور أو تكتمع كعائلة مما يؤدي إلى انتياد الحالات مثل ما شفنا في الأيام الماضية ونلاحظ أن حالات الشفاء تكون بين العائلة لكن لا زال هناك حالات إصابة تنتقل من بيت لبيت الحل الثاني أو الطريقة الثانية هي حضرة قوال الزامي في هذه الطريقة سيأنقح بحيث أن القمير سيلتزم بالغصب بحيث أنهم يقلثوا في البيت ونلاحظ أن الحالات ستزيد في أول أسبوعين بسبب أن الفيروس سيكون موجود في ناس تعرض لها قبل ولكن مع الوقت بعد أسبوعين لاحظ أن هذه الحالات ستقل وبعد أسبوعين ستبدأ تختفي الحالات الخلاصة علينا جميعا الانتزام ومساندة الحكومة في كلنا مسؤولين للحد من انتشار فيروس كورونا الشيء الثاني التباعد الاجتماع هو السبيل لتقليل حالات الإصابة يقبل تشديد على المخالفين ومشاركة العقوبة لكل من شاركة في المخالفة إذا أردنا التوقف انتشار المرض يجب علينا أخذ الموضوع بقدية أكبر وأكثر فيروس كورونا لن يأتي إليك ما لم تذهب أنت لتحضره لعائلتك فإذن الحل أنك تبقى في البيت وقزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر